أهلا بكم في ثاني محطاتنا لهذا الصباح في يوم المرأة العالمي والذي يصادف غد الخميس نحو 62 أسيرة تقبعنا في سجون الاحتلال ويتعرضنا لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات الاحتلالية مع العلم أن الاحتلال اعتقل من عام 67-15 ألف امرأة فلسطينية نوصلت الضوء اليوم على ملف الأسيرات في السجون والانتهاكات المرتكبة المرتكبة بحقهن يسعدنا أن نصدف اليوم معنا الأستاذة كريم عجوة محامي هيئة شؤون لأسر والمحرم يسعد صباح نتحدث في البداية عن الاعتقالات التي تتم بحق المرأة الفلسطينية وله يعتبر انتهاك بالتأكيد من قبل قوات الاحتلال ويكون بدون تمييز ويتم هذا الشيء بدون تمييز بالسن إذا كانت الأنثى كبيرة أو حتى صغيرة نتحدث عن هذه الجزئية نعم بداية الاحتلال الإسرائيلي لا يميز في اعتقاله بين امرأة أو طفل أو كبير بالسن وبالتالي منذ عام 67 حتى هذا اليوم تم اعتقال ما يقارب 15 ألف امرأة الآن يقبع في السجون الإسرائيلية ما يقارب 62 أسيرة فلسطينية موزعين بين سجون هشرون وسجن الدمون نعم هناك معاناة كبيرة يعانين منها الأسيرات الفلسطينيات كما هو الحل بمعاناة الأسرى الفلسطينيين عدد من الأسيرات قاصرات عدد منهن معتقلات إداريات بالإضافة لعدد من الأسيرات كان قد تم اعتقالهن بعد إصابتهم وبإطلاق الرصاص عليهن مثل الأسيرة الجريحة عبل العدم مثل إسراء الجعبيس مثل لمل بكري وهناك أمل تقاطق وحلو حمامر وعديد من الحالات التي كانت بالإمكان للجيش الإسرائيلي أن يكون باعتقالهن بدل من أن يتم إطلاق الرصاص عليهن وأصابتهم في نية لقتل هؤلاء الأسيرات وبالتالي هناك معاناة كبيرة يعانين منها الأسيرات أيضا منذ عام 2015 وحتى هذا العام شهد ارتفاع كبير في وطيرة استهداف المرأة الفلسطينية نحن في هذا اليوم نسبة يوم الثامن من آذار الذي يصادف غدا ويوم المرأة أن توجه بالتحية والتقدير للمرأة الفلسطينية والتي أم الأسير وأم الشهيد وأم الجريح للمرأة التي ضحت وبالتالي لابد من وقفة جادة ودعم كبير من جميع المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل دعم هذه المرأة الفلسطينية انتهاك لحقوق الأسيرات دائما يتم هناك معاناة كبيرة في البسطة دا ما يتم النقل للمحاكم أو المشافي يعني الأوضاع سيئة عندهم ضمن آخر زيارة قامت بها محامية الهيئة احنا الخطيب لسجن الدامون هناك اكتظاظ في عدد الأسيرات يتم وضعهم في قسم في أحد الأقسام هناك اكتظاظ هناك معاناة كبيرة الأسيرات ايضا هناك أصبح تخوف لدى الأسيرات من حجم الأحكام العالية والمرتفعة بحقهم مثل الأسيرة دويات التي حكومت 16 عاما لأسيرة إسراء الجعويس 11 عاما هناك استهداف كبير وارتفاع كبير وأحكام عالية جدا تفرد بحق الأسيرات الفلسطينية أستاذ كريم لما تحدث عن العزل الإنفرادي والإهمال الطبي الذي تعاني منه الأسيرات وأيضا مماطلة في علاجهن نعم بداية كما هو الحال في معاناة جميع الأسراء الفلسطينيين ولكن في حال الأسيرات هذا وضع خاص نعم وضع استثنائي يتم عزل الأسيرات وضعا فيه كجزء من عقاب تفرضه مصلحة السجون على الأسيرات هذه العقوبات عادة لا تكون أسباب واهية تدعيها مصلحة السجون فيما يتعلق بالحالات المرضية من الأسيرات كما ذكرت في بداية حديثة توجد عدد كبير من الأسيرات الجريحات ما يزيد عن 9 أسيرات الجريحات في السجون وبعضهن يحتاج لعدة عمليات جراحية مثل الأسيرة إسراء جعبيس هناك حتى مسيرات بخصوص مطالبة في علاجه الأسيرة إسراء جعبيس في وضع صحي لا يسمح لها بالبقاء في السجن يتعاني من حروق كبيرة قبل فترة نقلت للمشفى واجريت لها عملية وهي بحاجة لعمليات أخرى ومع ذلك ودون مراعاة لوضعها الصحي وحكم عليها 11 عاما تحت حجج وضرائع واهية هذه معاناة الأسيرات المريضات هي نفس معاناة الأسراء المرضى من خلال عدم تقديم العلاج المناسب والتأخر في تقديم العلاج ودائما يتم إبلاغ هنا بأنه عليه انتظار الدور من أجل التحويل إلى المركز الطبي للعلاج وبالتالي هذا يفاقم حالة الأسير لأن هذا الدور حسب ما تدعيه مصلحة الصجون يأخذ أشهر وبالتالي الأدوية التي يتم إعطاءها للأسيرات كما هو الحال بالنسبة للأسرة هي عبارة عن مسكنات لا تحل المشكلة إنما تعمل على تسكين الألم وبالتالي بعد فترة هي تزداد الوضع الصحي سوءا للأسيرات ويصبح من المستحيل أن يتم السيطرة على الحالة الصحية كما هو الحال في عدة حالات مرضية ما بين الأسيرات كما ذكرت في بداية حديثي كان هناك الأسيرة حلوة عبل العدم وأيضا أطلق النار عليها بصفتي أنا أتابع الحالات ما يتم إصابتهم واستهدافهم عن طريق الجيش الإسرائيلي ويتم نقلهم للمشافة أنا أقوم بزيارتهم منذ الساعة الأولى في المشافة الإسرائيلية قمت بزيارة لمال بكري حلوة حمامرة أملتقات قاعة عبل العدم والعديد من الأسيرات في استهداف فاضح وكان نية إطلاق النار هي نية القتل وليست نية السيطرة على شخص لإصابته هناك أيضا مرح بكير وهذه الطفلة التي تم إطلاق النار عليها هي من القدس كنت بزيارتها أيضا تم إطلاق النار عليها بدعاءات مختلفة هي طالبة مدرسة وبدل أن يتم اعتقالها وسيطرة عليها يتم إطلاق النار عليها في نية مبيتة للقتل هذه نية لدى الجيش من أجل استهداف والقتل وليست سيطرة على شخص أو ذاك وبالتالي هذه معاناة كبيرة البوستو التي عبارة عن صندوق حديدي يتم إخراج على سبيل المثال الأسيرة للمحكم أو للمركز الطبي في ساعات الفجر ويتم إعادتها على سبيل المثال الساعة 11 ليلا هذه المسابة يعني هذه ما يزيد عن 15 ساعة إن الممكن لو تم نقلها مباشرة من السجن إلى المحكم أو إلى المركز الطبي لا يستغرى ساعة أو ساعة ونصف وبالتالي هذا جزء من معاناة نفسية تستهدف الأسيرات والأسرة بشكل عام أكيد بالنسبة للأسيرات يعني نعرف أن هناك أسيرات قاصرات فما أثر الاعتقال على مسيرتهم بالثانوية والدراسة بالضبط طعم بداية اعتقال الأسيرات القاصرات هو يؤثر بشكل كبير هناك كان في حالة الأسيرة رزان أبو سلو التي أعتقلها قبل فترة وحكم عليها 45 يوماً تابعتها في محكمة عوفر هي تبلغ من العمر 14 عاماً وأقل من 14 عاماً بإدعاءات أنها حاولت جميع إدعاءات دائماً جانب الإسرائيل في نية محاولة الطعن أو نية الاستهداف وبالتالي عندما تقوم المحكمة بمحاكمة طفلة تبلغ 13 عاماً وبالتالي هذا استهداف عندما الطفلة بهذا العمر تدخل إلى السجن وتخرج هذا يشكل ضرر نفسي كبير وهذا هو الحال في باقي الأسيرات القاصرات الموجودات في سجني هشارون والدمون وبالتالي وحتى بعد الإفراج عنهم بحاجة إلى تأهيل وبحاجة إلى متابعة حثيثة من جميع المؤسسات وبالتالي نحن ومن خلال أيضاً عملنا في هيئة شونا الأسرة عقدنا عدة مؤتمرات ومن ضمن هذه المؤتمرات كان عنوانها الطفل الفلسطيني من أجل إبراز ما يعانيه هذا الطفل الفلسطيني والأسيرة الفلسطينية أمام العالم ومن أجل وضع العالم أمام مسؤولياته من أجل التدخل لأن ما تعانيه الأسيرات الفلسطينيات والأسرة الفلسطينيين هو انتهاء لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقيات جينيف الرابعة وبالتالي هذا مساس بحق من حقوق الإنسان وهذه حقوق كفلتها المواثيق والعراف الدولية أكيد أستاذ كريم كما ذكرنا هلأ قلنا أنه عن الثانوية أدوش بتأثر على الاحتلال قوات الاحتلال بيكون قمع الأطفال أيضا والقاصرين وبعادهم عن التعليم لأهداف وغايات معينة وأيضا في الأسيرة عهد التميمي هي في مرحلة ثانوية هلأ راح تتفوت بمرحلة ثانوية إلى جانب ذلك نحكي عن تأثير الأمهات المرأة الفلسطينية الأمهات الموجودين في سجون الاحتلال اللي عندهم أطفال وهم بعاد عنهم نعم كما يتعلق بموضوع عهد التميمي كنا قد ذكرنا في عدة لقاءات سابقة بأنه كان استهداف عهد التميمي واستهداف لجيل بأكمله ده ما يتم اعتقال طفلة بهذا السن يتم توجيه تهم عديدة جدا وكبيرة لهذه الطفلة عهد التميمي وكان أيضا اعتقال عهد التميمي هو إرضاء للرأي العام الإسرائيلي ونتيجة ضغوط كبيرة أيضا من جميع المستويات في الجانب الإسرائيلي وبالتالي جرى اعتقالها وجرى اعتقال والدتها وجرى اعتقال والمماطلة حتى في محاكمتها والمماطلة وتم تأجيل الجلسات هي في سن قاصر عادة جلسات القاصرين تعقد في جلسات مغلقة ولكن أول جلسة عقدت لم تكن جلسة مغلقة ثالث جلسة القاضي طلب أن تكون جلسة مغلقة لأن هناك إدراك لحجم التفاعل الرسمي والشعبي والوقوف والمساندة الرسمية والشعبية لجانب هذه الطفلة وما تعانيه فيما يتعلق في موضوع التعليم نعم هناك بالنسبة للثانوية العامة هناك في التواصل واتفاق ما بين وزارة التعليم العالي وهيئة شؤون الأسرة فيما يتعلق بتعلم الأسرة داخل السجون بالنسبة للمرأة الفلسطينية على سبيل المثال إسراء الجعبيس هي أم لطفل نعم أم لطفل هو لا يستطيع رؤية والدته وبالرغم من هذه المعاناة الكبيرة هو يشكل أيضا مأساة وعامل وضغط نفسي رهيب لا الأم ولا الطفل بالضبط يعني هذا الترويع وهذه المعاناة التي تقوم بها إدارة السجون بحق الأسرة بشكل عام والأسيرات بشكل خاص وعدم احترام أو إعطاء حقوقهن واحتياجاتهن يعني بالنسبة لخبرتك واحتكاكك بالأسيرات نتحدث يعني عن معاناتهن يعني شو بخبروك الأسيرات لما تزولهم يعني بداية من خلال متابعاتنا وزياراتنا ومتابعات أيضا هناك عدة محامين من هذه الدائرة القانية وتابع موضوع على الأسيرات كونه موضوع بحاجة لاهتمام وأولوية بالمتابعات كما هو الحال بمتابعة القاصرين نعم عندما تقوم بالالتقاء بأسيرة أم لعدة أطفال هي لا تستطيع رؤية أطفالها هناك أيضا الزيارات ليست دائما متاحة هناك أيضا ما يسمى بالمنع الأمني فيما يتعلق بالزيارات عندما ممكن أن يحصل حد أقرب الأسيرة على تصريح وبعدها يقول أن تستطيع الزيارة بعد ستة أشهر أو بعد عام وبالتالي هذا هذا الفراق الكبير ولوعة الفراق التي تعاني منه الأم الأسيرة الفلسطينية يفاق من معاناة هذا إضافة للأحكام الجائرة والعالية التي تفرض عليها وبالتالي هذا لابد من من تدخل نحن أطلعنا العديد من ممثلين البعثات الدولية على ما تعانيها الأسيرات والأطفال ودائما نقوم بتقديم طلبات لمصلحة السجون أجل سماح للإلتقاء للأطفال بوالدتهم ولكن وفي حال كان هناك أي تعنط أو أي عدم استجابة نتوجه للمحاكم ولكن حالات عديدة لم تنجح بمتابعتها وكما تعلم هناك رفض تحت حجاج وإدعاءات ومبررات طبعاً تنتهك سلطات الاحتلال جميع الحقوق الدولية وطبعاً المعاهدات التي تنص على احترام حقوق الإنسان لو نتحدث عن دور الدعاة حقوق الإنسان وأيضاً الجهود الوطنية في الوقوف ومسند تدول السجينات طبعاً بالغض النظر عن الجنس من أنثلة ذكر الشعب الفلسطيني بشكل عام يجب أن يكون هناك سند يجب أن يكون هناك جهود تسنده حقوق الإنسان لأن السلطات الاحتلال هي تخطط الخطوط الحمراء في طبعاً إذلال وإهانة السجناء نتحدث هذا شوي على الموضوع كما ذكرت فيما تعلق على صعيد المحلي هناك متابعة من قبل المؤسسات التي تعنى بشون الأسرى لكن لا يجب استجابة نعم نحن متابعات بالقدر الذي نستطيع القيام به من خلال المتابعات التمثيل القانوني الزيارة منذ اللحظة الأولى تقديم ما يلزم الاستشارات قانونية التوجه التمثيل في المحاكم متابعات في حالات المصابين استطعنا في هذه الأسرى إدخال الأطباء لعدد من الأسرى للإطلاع على أوضاعهم الصحية ولكن هذا عدد قليل جداً لأنه يصطدم دائماً في تعاناة الجانب الإسرائيلي عقدت عدة ندوات ومؤتمرات لإبراز ما تعاني منها الأسيرات الفلسطينية والأسرى الفلسطينية بشكل عام نعم المطلوبة دائماً نطالبه وتحرك ويكون اهتمام دولي فاعاً قبل مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية ولكن حتى لو كانت هناك أي لجان وكما طالبت هيئة الأسرى مراراً بحضور لجنة تقصي حقائق للإطلاع على أوضاع الأسيرات والأسرى في السجون هذا دائماً يصطدم بعدم موافقة من الجانب الإسرائيلي وبالتالي هذا لابد أن يكون مزيد من الضغط الفاعل للمؤسسات الدولية من أجل على الأقل إلزام الجانب الإسرائيلي بما نصت عليه القونين والمواثيق الدولية وتقديم ما يلزم للأسرى والأسيرات هناك حالات عديدة هناك حالات كثيرة من أسرى استشفدوا داخل السجون نتيجة إهمال الطب هناك حالات متفاقمة جداً هناك حالات قبل عدة أيام كنت بزيارة الأسير أمير أبر الداحة هو محكوم مؤبداء وكان يعاني على سبيل المثال بألم بالمفاصل في الرجل اليسرى نتيجة المماطة في تقديم العلاج أصبح الألم انتقل للرجل اليمنى أصبح لا يستطيع المشي بالفورة يواجه صعوبة الأدوية عبارة عن مسكنات الأسير يفضل عدم الذهاب أيضاً لأنه يفاقم مضع الصحي وهذه المسافة والكراسي الحديدية والصنضيق داخل سيارة البوستة هذه تفاقم مضع الأسير هي غير ملائمة بدل أن يتنقلوا في سيارة إسعاف مجهزة أو على الأقل في سيارة تابعة لمصلحة السجون وليس سيارة البوستة التي تفتقر لأدنى المقومات لا يسمح لهم باستراحة لا يسمح لهم بقضاء حاجتهم لا يسمح لهم بأي شيء وبالتالي هذه معاناة كبيرة يوضع في غرف عبارة عن معبار وهي غرف انتظار في السجون هذه أيضاً غرف سيئة وبالتالي معاناة كبيرة وهناك اطلاع للصليب الأحمر كما ذكرنا على مؤسسات الدولية اطلاع للصليب الأحمر يقوم بزيارة الموقفين يقوم بزيارة الأسراء المحكمين ولكن بحاجة الأسراء إلى شيء عملي أكثر صحيح وضغط أكبر وليس فقط مجرد زيارة للاطلاع على وضع أسير في قسم التحقيق أو وضع أسير في القسم العام هي انتهاكات كبيرة يمارسها الاحتلال بحق الأسراء وأيضاً إصدار قوانين مثل إعدام الأسراء وغيرها من القوانين التي تخالف كل معاني الإنسانية وكل الحقوق الدولية وكل ما يخص الإنسان سياسة التحريض مستمرة بالضبط أكيد وكأنه انتقام من هؤلاء الأسراء والأسيرات بالتأكيد نتمنى الفرج القريب لجميع أسراني يعني هي القضية من أهم القضايا بقضيتنا الفلسطينية وما أنه بكرة يعني هو يوم المرأة العالمي ويعني يوم الورق الفلسطيني كذلك يعني رسالة تحب توجيهها لنساءنا الأسيرات المناضلات وأيضاً لأمهات أسرانا يعني اللي بيعانوا بالتأكيد يعني الفقدان والشوق لأولادهم بداية متواجه بالتحية والتقدير لأمهات الأسراء أمهات الجرحة أمهات الشهداء للمرأة الفلسطينية ونقول لها كل عام وأنت بخير بناسبة يوم المرأة نحن في هيئة الأسراء نول اهتمام كبير للأسيرات نقوم بمتابعات مستمرة زيارات دورية مكثفة جداً للأسيرات في السجون نحن نعلم أن حلقة الوصل بين الأسيرة وذويها وبين الأسير وذويها هو المحامي ودعر القانونية في الأسراء تقوم بأكمل وجه وتؤدي دورها بشكل كبير في هذا الجانب نحن نأمل أن نكون عند حصن ظن أهالي الأسراء وأن نقدم ما نستطيع تقديمه في إطار المتابعات القانونية والاستشارات القانونية اللازمة ونأمل أن يتم الإفراج عن جميع الأسراء وليسيرات شامل طبعاً، الله يكون بيعون جميع الأسران وأكيد نتمنى لهم الحرية مشكوراً لتوجدك معنا أستاذ كريم عودة عجوة عفواً عفواً محامي هيئة شؤون الأسراء ولمحرين شكراً لك شكراً ننتقل الآن إلى فاصل ونعود بكم معنا